قالي الشي أنا عملت هاد الخبز يعني ابتداءً من عجن العجينة ومن تدويرهم بشكل دائري وحطهم بالمقلاية وشويهم يعني هدول الخبزات إلي أنا وبتعرفي إنه أنا وقت أحكي عن حالي بين قوسين بقصد كل عيلتي معي شو عم تعملي قدان؟ عالقليلة أنت لا تاكل هميا أكشات أنا شجاعة وأنا عم حارب كرمال عيلتي وما رح أرجع إيدي فاضلة نبلش؟ بدك تلعبي مو هيك؟ بس خلينا نتفق أنا رح ألعب معك بس في قواعد أساسية ماشي؟ يعني إذا هلأ أنا ربحت بهي اللعبة يعني لنفترد أني ربحت في شرط أساسي وهو أنك رح تصيري تقعدي معنا على الطاولة وتاكل بكل احترام وهذا بيعني أنك ما رح تتعاملي بيقلة احترام مع عائلتنا كلها يعتم وإذا أنا ربحت عائلتك كلها بدي تقعد على الأرض وتاكل معي هون وبالصحون المعدنية تفقنا؟ تفقنا؟ ماشي تفقنا اتفقنا لك تركييني تركي إيدي سعروق لزم يحدودك معي أنت الراتع لهذا البيت بعد كل هاي المدة وشكلك نسيانة ولازم ذكرك أنه أنا لساتني الكنة الكبيرة بالعائلة قولي شو بدك مني؟ شش دورجا اهدي شوي ليش فوراً بتعصبي هيك؟ أنا بس كنت بدي أعرف شو اللي عم بيصير تحت مو أكتر وإذا كنت مبسوطة فيها آه؟ فكري في يا دورجا إذا هاي البنت بأول يوم إلي عملت مشكلة كبيرة فتخيلي شو رح تعمل لبعضين؟ بقصد هاي لسه مجرد شغلة صغيرة يعني إذا هنن مستعدين يتقاتلوا كرمال خبز معناتها بالمشاكل الأكبر شو رح يصير بأصغر حماية بالهند؟ اف لا هي حماتي من الآخر سارة سوتي نحنا بنعرف النهاية وطبع مثل العادة حماتي رح تعرف كيف تحط الله حد لإليشا ورح تسكت على الأخير وهي أكيد رح تربح وهذا الشي مفروغ منه وحماتي قدام رح تسمح لإليشا تتصرف في هاي الوقاحة ولا حتى رح تتركها أن تتعدى حدودة عم تفهمي ولا لا؟ آه صحي سارو في نصيحة إليك برأيي إنك تخافي على حالك لأنه عن قريب يا سارة سوتي حماتي قدام رح أتعلمكن أنت ورفقتك إليشا درس بحياتكم ما رح تنسوه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر